في وقت التزمت فيه الجهات الليبية الرسمية الصمت حيال المعلومات التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام بشأن قصف قاعدة الخروبة شرق ليبيا أكدت مصادر متعددة أن قصفا جويا شنته طائرات مسيرة مجهولة ليلة الجمعة استهدف قاعدة جوية شرقي ليبيا ينتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية وكان موقع عربي 21 نقل عن مصدر الليبي أن القوات التي تتبع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس هي من نفذت الضربات بمسيرات من صناعة تركيا ولجأ خليفة حفتر إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجيريين وسوريين وكذلك إلى عناصر من فاغنر في محاولته السابقة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس مشاهدين للمزيد أرحب بضيفي هنا في الستوديو دكتور جمعة القماطي رئيس حزب التغيير في ليبيا أرحب بك دكتور جمعة يبدو أن الضربات التي استهدفت قاعدة في الشرق الليبي تتبع لفاغنر يبدو أنها مؤكدة ولكن من نفذها غير معلوم؟ ما المعلومات التي لديك؟ نعم بداية كل عام وأنتم بخير أستاذ زياد وكل المشاهدين الكرام كل المعلومات والتقارير منذ البارحة تؤكد أنه كانت هناك ضربة جوية قوية لقاعدة الخروبة التي تقع جنوب شرق مدينة بنغازي وشرق مدينة المرج 80 كم جنوب شرق بنغازي أهالي مدينة المرج القريبون جدا من القاعدة أكدوا سماع ضربات قوية ومدوية ولكن السؤال هو من الذي قام ونفذ هذه الضربات الجوية التي استهدفت قوات الفاغنر الروسية هناك أو مرتزقة الفاغنر هناك حكومة الوحدة الوطنية نفت في تصريح رسمي أنها وراء هذا الهجوم لأنه هناك اتفاق لوقف اطلاق النار بين حكومة الوحدة الوطنية وبين قوات حفتر هذا الاتفاق وقع في نوفمبر 2020 قبل حوالي أقل من ثلاث سنوات ولابد من الالتزام بهذا الاتفاق وبالتالي حكومة الوحدة الوطنية لن تقدم على أي خطوة وحدية الجانب للتصعيد العسكري لأن هذا سيعرق لمحاولات الحلول السلمية والسياسية والتوافق إذن من يمكن أن يكون نفذ هذه الضربة؟ على الأغلب وكل التقارير تشير على أن ربما الأفريكم الأمريكية هي التي كانت وراء هذا الهجوم ولكن لا تريد أن تؤكد ذلك رسميا أو تعترف بذلك رسميا نحن نعلم أن أمريكا منزعجة جدا من تواجد الفاغنر في أفريقيا منذ 2017 دخلوا إلى ليبيا أولا أكثر من 3000 مرتزق روسي من الفاغنر ثم انتشروا من ليبيا جنوبا في تشاد ومالي وأفريقيا الوسطى والسودان طبعا وفي الأشهر الأخيرة أصبحت الفاغنر تشارك في الصراع في السودان منحازة إلى حميدتي وحميدتي يستخدم الفاغنر في إدارة مناجم الدهب وغيرها وبالتالي تشكل الفاغنر عامل إزعاج كبير لأمريكا وليحلف الناتو أعتقد أن الفترة الأخيرة الصراع الذي حدث داخل روسيا ما بين بوتين والفاغنر وتدخل الفاغنر في حرب أوكرانيا ووجوده في أكثر من دولة أخرى ربما ترى أمريكا ومن وراءها في حلف الناتو أن هذا الوقت هو وقت مناسب جدا وفرصة ذهبية لمحاولة الضغط على الفاغنر وإخراجهم من ليبيا وربما إخراجهم من أفريقيا كذلك لأن النفوذ الفاغنر في ليبيا وإفريقيا يهدد المصالح الغربية ومصالح الناتو طبعا بطبيعة الحال أولا وأخيرا يهدد الاستقرار داخل ليبيا ويعرق الفرص الوصول إلى حل سياسي وإلى أن تستقر ليبيا سياسيا وأمنيا نحن في ليبيا منزعجون جدا من وجود الفاغنر ومن وجود كل أنواع المرتزقة الذين جاءوا من دول أخرى أفريقية وقاتلوا إلى جانب حفتر وشاركوا في الهجوم على العاصمة ترابلس في 2019 للأسف هؤلاء المرتزقة جميعا سواء كانت الفاغنر أو من دول أفريقية أخرى تقوم بتمويلهم وجلبهم بعض الدول العربية وعلى رأسها دولة الإمارات طيب أنت أشرت قبل قليل إلى أن هناك اتفاقية وقف اطلاق نار بين حكومة الوحدة الوطنية وحفتر وقع من حكومة التوافق الوطن السابقة نعم ولكن حفتر ينفي دائما وجود فاغنر الداعمة له وبالتالي وكان هناك تصريح لأحد الضباط منذ أيام قال بأن هذا الصراع في روسيا هو فرصة بنسبة لحكومة الوحدة الوطنية للتخلص من وجود فاغنر في ليبيا واليوم موقع عربي 21 نقل عن مصدر ليبي بأن قوات حكومة الوحدة الوطنية هي من قامت بهذا الهجوم حتى لو أعلنت حكومة الوحدة بأنها من قامت بهذا الهجوم هذا لا يعتبر انتهاكا للاتفاقية مع حفتر وبالتالي هناك علامات استفهام حول هذه العملية حتى أنت تقول بأنها ربما تكون من قبل أفريكم هل انتبهت اليوم الولايات المتحدة بأن فاغنر موجودة في شرق ليبيا؟ منتبهها منذ 2017 والولايات المتحدة قبل يومين أعلنت أنها تفعلت فرض عقوبات على الفاغنر وقيادات الفاغنر والشركات التي تتبع الفاغنر نعم كلامك صحيح ودقيق جدا وجود الفاغنر في ليبيا غير رسمي وغير معترف به لا من روسيا ولا من حفتر لأنها شركة أمنية خاصة ولكن نحن نعلم جيدا العلاقة الخاصة جدا بين الفاغنر والجيش الروسي وبوتن وبوتن اعترفها مؤخرا نعم وظهر هذا في حرب أوكرانيا طبعا وبوتن طلب منهم الانضمام رسميا تحت مضلة الجيش الروسي بل أن لافروف وزير الخارجي الروسي قال في تصريحات سابقة في السنوات القليلة الماضية بأن وجود هؤلاء المقاتلين هو بناء على طلب من مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا وهذا أيضا اعتراف ضمني في كل الأحوال نعم ربما هي فرصة سانحة وذهبية للضغط على هذه المجموعة التي ربما الآن تصل عددها إلى حوالي 2000 الضغط عليها للخروج من ليبيا لأنها تتحكم في قواعد عسكرية مهمة جدا في شرق ليبيا في الخروبة شرق بنغازي في الجفرة في وسط ليبيا وفي قاعدة براك العسكرية في الجنوب وأصبحت خارج سيطرت حتى حفتر ومن معه لأنها تتصرف بحرية كاملة وباستقلالية كاملة داخل ليبيا وتخرج من ليبيا إلى دول أخرى أفريقية مجاورة وتفعل ما تشاء وبالتالي وجود هؤلاء المرتزقة خطر جدا على ليبيا إلى جانب مرتزقة آخرين وإخراجهم هو في مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى ولكن أيضا لا ننسى أن أمريكا والنيتو في سراح الأوسع العالمي مع روسيا أيضا يدخل هذا في إطاره يعني الآن الحرب في أوكرانيا ومشاركة الفاغنر ضد دولة أوكرانيا وأيضا وجودهم في أفريقيا يهدد مصالح أمريكا والغرب وبالتالي ربما يرون أنها فرصة مناسبة الآن بسبب التشتت الموجود داخل روسيا والعلاقة المتوترة ما بين الفاغنر وبوتين والجيش الروسي ربما الفرصة السانحة للضغط عليهم وطردهم في كل الأحوال يعني إخراجهم من ليبيا أمر مهم وملح وعامل أساسي في تحقيق الاستقرار وفي وصول إلى توافقات أمنية وعسكرية وسياسية داخل ليبيا فهذه الضربات الآن لو تستمر ربما ستأتي بنتائج جيدة وربما روسيا ستكون منشغلة جدا ولن تستطيع أن نجدت أو إنقاذ هؤلاء المرتزقة في ليبيا وربما قيادة الفاغنر نفسها الآن مشتتة بعد أن ذهب بريغوزين إلى بيلاروسيا وربما هناك تشتت في إدارة وقيادة مرتزقة الفاغنر كذلك ففي كل الأحوال أي كان مصدر الضربات أو من وراءها الفرصة والوقت تمين ومهم وجيد للضغط على هذه المجموعة وإخراجها من ليبيا يعني بوجود باستمرار وجود حفتر وانفصاله في الشرق يبقى هو الخطر الأكبر ولا ننسى أن الفاغنر هي عامل قوة لحفتر يعتمد عليها بنسبة كبيرة جدا وبالتالي إخراجها من ليبيا سيجرد حفتر من عامل قوة عسكرية مهم جدا وسيلغمه على التوافق وعلى القبول بالشراكة مع الليبيين وأنه لن يستطيع أن ينفرد بالسيطرة على ليبيا وبحكم ليبيا لوحده كما يريد هل يمكن القول أن هذه العملية ربما تكون بداية للاستهداف فاغنر المنتشرة في أفريقيا من قبل أفريكم إذا كانت أفريكم هي من قامت نعم أعتقد ربما نرى ضربات جديدة وربما نرى الولايات المتحدة من خلال أفريقا ترى أن هذا هو الوقت المناسب للضغط على فاغنر ربما الولايات المتحدة تريد أن تنسق مع القوى المحلية سواء كانت في ليبيا أو حتى مثلا الجيش السوداني أو في دول أفريقية أخرى لا نتوقع أن أمريكا ستعلن رسميا وتعترف بأنها وراء هذه الضربات وأيضا ليس من صالح حكومة الوحدة الوطنية أن تعترف رسميا بأنها قامت بهذه الضربات هناك عامل آخر مهم كذلك وهو أن الطائرات المسيرة التي قيل أنها استخدمت وهي الأكينجي هي طائرات تركية باعتها تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا صحيح أن هذه الطائرات يديرها ليبيون بالكامل ولكن الذي باعها والمصنع لها هو تركيا وبالتالي لابد أن يكون لتركيا رأي لأن هذا التصعيد قد يعود على تركيا دبلوماسيا وخاصة أن تركيا لها علاقات وترتبات خاصة مع روسيا ومع بوتين هذا كلام صحيح ودقيق على كل حال سننتظر ونرى من خلف هذه الهجمات وإن كان سيتبعها هجمات أخرى في أفريقيا في المستقبل أشكرك جزيلا دكتور جمع القماطي رئيس حزب التغيير في ليبيا لحضورك معنا شكرا